مقالي ومقاله الاهلي وقفزة عملاقة للمستقبل ايه؟ قبل ما اخش في الاهلي لان الحقيقة مشهد الاهلي هو جزء من مشهد البلد اه انبارح وانا كنت سايق مشوار نازل التجامع من الشيخ زايد اه انت من اسمه مشوار حلو من اقصى الادناه لكن من حسن حظي بفتح الراديو لقيت المؤتمر اللي كان فيه الرايس من خلال الدكتور طارق شوقي بيستعرضه خطة التعليم سمعت كلامي على استاذ ابراهيم وسرحت ايه اللي بيحصل في مصر هو ليه اللحظة اللي احنا عايشينها الناس مشواخدة حقه اللي سمعته عن المجهودة اللي بوزن في قطاع التعليم وخطة الدولة خطة محكمة اه فيها رؤية فيها مجهود فيها تحدي غير معقول ما يصدقوش العقل على كل مراحل التعليم لحد ما يوصل الطفل لان يكون شاب مسلموا للتعليم العالي مم فحسيت ان الحقيقة التصويق مقصر في حق ما يحدث في البلد الناس كل واحد شايف الجزئية اللي تخصه لكن لو ربطنا الاجزاء مع بعضها ما يحدث في مصر اشبه بالمعجزة أنا أزعب أن من أيام محمد علي لم أرى نهضة في كل اتجاه بالمعنى الحرفي في اتجاه الطرق ودي ملموسة ودي أكتر حاجة الناس شايفة في اتجاه الصحة في اتجاه التعليم في اتجاه الطاقة نهيك عن اتجاه السياسة والتحديات التي تشهد مصر على الحدود شعرت أن احنا علينا مسؤولية ضخمة جدا أستاذ إبراهيم كمواطنين يتحلنا الفرصة أمام الشاشات التلفزيون وأحيانا أمام ميكروفونات الإزاعة أو بقلمك أو بقلم آخرين أن احنا لازم نوضح للناس إزاي البلد دي دفعت فطورة جامدة وفي انتظار حصد النتائج الناس لا تركز زي ما الجمال يصوّق القبح بيصوّق بشكل أكثر تركيز زي ما الحق بيصوّق الباطل الباطل بيصوّق بيروّق بيروّق بشكل أكثر تأثير صحيح زي ما الصح بيصوّق الخطأ يصوّق والتربص يصوّق إحنا عايشين لحظة في منتهى الخطورة وسرحت تاني إحنا دفعنا الفطورة خلاص من الغباء أن نستجيب لمسويق القبح والخطأ لمسويق الضلال البلد دي أنا الأوان صبرت ودفعت لازم تحصد صمار ما تمّ من إنجازات ولا مجال للكلام إلا عن استقرار أي واحد يدعو يا سيد إبراهيم للفوضى هو بيذبح هذا الشعب بيتآمر على هذا الشعب صحيح المشهد في الرياضة بقى إيه الربط بقى إن أنا شفت كلام برضو عن صندوق الإستثمار الرياضي آه إن على فكرة الرايس مبارح تكلم مع الدكتور طاري قال له وفين الرياضة أخبار رائع عندك مش عايزين هتبقى زي ما طول عمرها يعني أكلاشية أو شكلية عايزين كان في كلام إن الطالب حيدرس يومين أو ثلاثة في المدرسة والذات في المراحل يعني معينة آآ ويقعدوا من ثلاثة في البيت ويتاخد حضور ونصرافوا في البيت من خلال الآلية آلية أونلاين دراسة أنا مش الناس اللي كانت بيتأسخر من محاولات آآ تحديث الدراسة أنا تبقى أونلاين السنة اللي فاتت إنتم بتخيل إيه كان في كورونا جات وإحنا مش مستعدين كان حصل إيه كان حصل إيه في التعليم ربك ولي بينقذ لحسن النواية والإخلاص النواية والمجود اللي بيوزن ذلك آآ قالوا الرياضة الرئيس مهتم بالرياضة بشكل مش شكلي هو عايز إن الناس تمارس الرياضة وقالوا وهم في البيت يمارسوا الرياضة آآ أتحولوا ماذا وهناك برامج في هذا الكلام